من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإرادات على التطبيق السليم للقيمة المضافة بكافة جوانبها على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات بتفتيش 111 محلا ومنشأة تجارية في عدد من المناطق التجارية الحيوية وتم خلال الحملات التفتيشية رصد 77 مخلافة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني وفقا لقانون القيمة المضافة إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات عدم الامتثال السليم لتطبيق القيمة المضافة وفقا لقانون القيمة المضافة والتي استوجبت غلق محلين اثنين تحفظيا ودعت وزارة صناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإرادات المنشآت إلى الالتزام بتطبيق آليات المرحلة الانتقالية للقيمة المضافة والتعامل بكفاءة ووعي تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة من جانبه شدد الجهاز الوطني للإرادات على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المراحل المختلفة للتطبيق داعيا المستهلكين وكافة المواطنين والمقيمين إلى تقديم الشكاوى عند ملاحظة أي مخالفات أو تجاوزات لقانون القيمة المضافة أو تطبيق القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المعدلة وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز ترجمة نانسي قنوات التواصل الرسمية